موسيقى الآن ننتقل إلى الدلة الأسية والدلة اللغارتمية ننتقل إلى بعض الخواص إذن خاص من بين الخواص أن الأسية مشتكتها أسية إكس مشتكتها هي نفسها وأن الأسية تكون دائما موجبة ملاحظة فقط أن أسية إكس دائما موجبة أسية ناقص إكس أيضا تكون دائما موجبة أسية ناقص إكس تساوي واحد على أسية إكس بحيث أسية إكس لا تساوي الصفر حذاري عنا أسية إكس زائد إجراج تساوي أسية إكس في أسية إجراج تحفظ أسية إكس ناقص إجراج تساوي أسية إكس على أسية إجراج وأسية آن في إكس هي نفسها أسية إكس الكل أس آن مثلاً لما نحتاجنا أسية خمسة X هي نفسها أسية X أسية خمسة نفس الشي فقط ملاحظة أنه نفس هذا رح يجيونا العكس في اللغارتمية يعني نحفظ جهة والجهة الأخرى هي العكس تحفظ هذه وتكون العكس وتعتبرها العكس في اللغارتمية تحفظ اللغارتمية وتعتبرها العكس هنا في الأسية نفس الشي إتجاه التغير لما يكون لك أحسب إتجاه تغير الدلة عندي خطوات تنتبعها لما يكون لك أحسب إتجاه تغير الدلة F الخطوة الأولى أني نلاحظ مجال تعريف الدلة هكذا أول خطوة X ينتمي إلى ماذا ما هو المجال الخطوة الثانية نحسب للمشتقة مثلاً في حالة الأسية كنا مشتقة الأسية هي نفسها بعد ما حسبنا المشتقة ننتقل إلى إشارة المشتقة وكل نادجة في الخاصية أنه أسية X أكبر تماماً من الصفر أكبر تماماً من الصفر بعد هذا بعد ما نرسمه جدول الإشارة إلى آخره ننتقل الآن نقوله أنه إتجاه التغير في X متزيدة تماماً على المجال لمعرف عليه الدلة بعد هذا بعد سؤال إتجاه تغير كلك وشكل جدول تغيراتها بالنسبة لجدول تغيرات رايحة أول حاجة نحسب النهايات نحسب النهايات بالنسبة للأسية أسية X النهاية لما X يقول إلى نكس ما لا نهاية هي الصفر ولما X يقول زيد ما لا نهاية هي زيد ما لا نهاية وجدول تغيراتها راه من الشكل هذا يعني جدول التغيرات يحتوي على ثلاث خانات الخانة الأولى هي X نحط مجال التعريف مثلا ينتمي إلى R يعني من ناكس ما لا نهاية لزيد ما لا نهاية الخانة الثانية هي المشتقة في تحليق X إشارتها وإنطلاقا من الإشارة رح نعرف إذا كانت متزايدة الدلة أو متناكسة الخانة الثالثة هي الدلة نضع النهايات في الجدول ونشوفها على حساب الإشارات تاع المشتقة إذا كانت متزايدة أو متناكسة بالنسبة للنهايات عندنا واللي نشتاجوها كثيرا لما نحسبو في التمارين لما نحيو حالة عدم التعيين هكذا إذن من بينها عندنا Limit X يقول ناكس ما لا نهاية X و S N N بمعنى أي N يقدر يكون واحد يقدر يكون تنين يقدر يكون ثلاثة Limit X يقول لين ناكس ما لا نهاية حضرين ننتبه للنهاية X و S N في و S X تساوي الصفر الآن لا Limit X يقول إلى N زائد ما لا نهاية وكثيرا ما نتعامل مع هذين يعني الأكثر هذين النهايتين هي و S X على X و S N تساوي تعطيني نفسها زائد ما لا نهاية تعطيني زائد ما لا نهاية ولا Limit الأخيرة Limit لما X يقول إلى الصفر و S X ناكس واحد على X تعطيني واحد عنا ملاحظة صغيرة لما يعطيك يعني في بلاس ما يعطيك و S X على X و S N يعطيك X و S N على و S X في هذ الحالة ما نرتبك و ما أولو و شنو عندنا X O S N على أسية X هي نفسها مكلوب واحد أسية X على X O S N بمعنى لا Limit تعا رح تسولي لي من الشكل Limit واحد على أسية X على X O S N نعلم أن هذه نهاية تعافز زائد ما لا نهاية دايما تعطيني زائد ما لا نهاية وبالتالي عدد على ما لا نهاية يساوي الصفر رأنا شفناه مع البداية عدد على ما لا نهاية يعطيني الصفر الآن ننتقل لبعض الملاحظات الهامة التي يمكن أن نصادفها في التمارين عندنا مثلا سؤال يكولك بين أن المعادلة جريلي X O S تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر ألفا إذن في هذه الحالة وش عندي بالنسبة للحل ألفا حسبة مبرهمة القيمة المتوسطة مثل ما شفناها سابقا بالنسبة للحل المعدوم ما علي سوى أنه معوض X تساوي الصفر في الدلة جي رايحة نجدها نجدها تساوي الصفر وبالتالي فالحل المعدوم اللي هو X تساوي الصفر هو حل لهذا المعادلة لما يقول لك يعطيك سؤال ويقول لك بيّن أن مثلا هذا المساوات تساوي هذا المساوات ما علي سوى أن ننطلق من إحدى الجهتين اللي هي الجهة السهلة بالنسبة لي الجهة اللي قتها نقدر نبتكر فيها مثلا هنا ننطلق من هنا على لأنه نقدر نوحد المقامات مثلا وبالتالي ننطلق من الجهة الأسهل للوصول إلى الجهة الأخرى مثلا هنا يكون لك بيّن أن الدلة F زوجية مثل ما كنا سابقا أول حاجة نقوله أنه DF متناظر بالنسبة إلى الصفر بمعنى من أجل كل X ينتمي إلى DF فإننا نقص X ينتمي إلى DF أيضا والثاني حاجة نثبت أنه F لنقص X تساوي F لX هذه هي الشرطين لهم نقول أنه الدلة زوجية وبما أن الدلة زوجية ستكون بالطبيعة الحال متناظرة بالنسبة لمحور الفواصل وأكبر مثال على ذلك هي الدلة الزوجية X مواربع التي متناظرة بالنسبة لمحور التراتيب يعني بدهم بمعنى دائما لما نقول دلة زوجية نتفكر الدلة زوجية X مواربع التي من هذا الشكل متناظرة بالنسبة لمحور التراتيب بمعنى نعملها كدليل الآن بالنسبة لمشتقة أسية Uli X Uli X بمعنى دلة هي مشتقة هذه الدلة هي مشتقة الفوك الأسية في الأسية في الدلة هذه نفسها معنتها نشتقة اللي فوق ونعود نضربها في نفسها بمعنى المثال هنا مشتقة هذه الدلة وشنو هي مشتقة اللي فوق 2 X ناقص 2 بمعنى مشتقة 2 ونضربها في نفسها في هذه ما نغير وراء بالنسبة لحل المعادلات لحل المعادلات عندي والمتراجحات عندي لما إذا كان أسية X يساوي أسية Y معناه X يساوي Y ونبسطها عادي نفس الشيء بالنسبة للألان راء هو نفس الشيء إذا كانت عندي متراجحة أسية X أكبر من أسية Y معنتها وشنو نروح للأسس هذو اللي من الفوق ونقارن بينتهم عادي جدا إذن مثلا هنا عطاك أسية X تساوي أو قل لك حل لي معادلة نحلوها إذا كانت A تكون أصغر أو يساوي 0 في هذه الحالة نقول عليها مستحيلة لأنه أعيد وأكرر كنا بلي أسية X أكبر تماما من الصفر بمعنى إذا ساويت أنا في عدد سالب ولا يساوي الصفر راه معادلة مستحيلة في حالة ما إذا كان A أكبر من الصفر معنتها عدد موجب في هذه الحالة ما علي سوى أني ندخل الآلان لأنه عندي خاصية مميزة جدا أنه أسية الآلان X تعطيني X ألان أسية X يعني نفس شيء يعطيني X يعني لما يكون الآلان والأسية يقعد لغير الأس اللي من الفوق بالنسبة لخواص الآلان كما مثل ما قلت سابقا نعتمد على حلجها ونديرها عكسها بالنسبة للأسية في نفس الطريقة هنا ألان واحد على B هي ناكس ألان B هذه مهمة وهنا هذه جدا مهمة أنه ألان A أس N بحيث الآن يكون الداخل نخرج الآن نستطيع أني نخرج الآن وتقول لي من الشكل N في ألان A بالنسبة للنهايات عندنا للميت ألان X لما X أكبر من الصفر هي زائد ما لنهاية هي زائد ما لنهاية مثل ما شاهدنا كواليت عندي خاصية X لما يكون بقيم أكبر يقول الصفر بقيم أكبر X ألان X تساوي الصفر وهنا أعمل لمزية لأنه في الحالتين رهات تساوي الصفر يعني سواء في حالة الضرب هنا أو في حالة القسمة كلا هما للميت X يقول زائد ما لنهاية X على X أس الآن يعطي الصفر بالنسبة المشتقة ألان X هي 1 على X ملاحظة جدا هما مشتقة ألان U ل X معينتها هنا يكون عندي عبارة عن دالة هي مشتقة هذه على مشتقة الدالة U فتح ل X على الدالة نفسها U ل X الآن ننتقل إلى بعض الملاحظات الهامة عندنا سؤالي يكون يبين أنه يوجد مما C يوازي المستقيم دول معادلة Y تساوي A X Z B هنا كيش نترجموها وش معينتها يوازي معنتها عندها من نفس معامل التوجيه وش معينتها يوازي هذي حطها في رسك لما يقول مستقيم يوازي مستقيم سنساويه بمشتقة F لX0 بحيث X0 هي فاصلة النقطة التي يكون فيها الممس موازي للمستقيم إذن سنساوي هذه الكتابة والتفسير الهندسي حسابيا يكون من الشكل F لX0 يساوي A بحيث F لX0 هو معامل توجيه الممس بما أنه ممس لCF بهك عندنا ملاحظة أخرى إذا كانت عندي دالة مركبة وقالي أحسب للميت تعد الدالة ما علي السوى أني أول حاجة نحسب للميت مثلا قالي أحسبها عند X يقول إلى زائد ما لنهاية مثلا أحسب لي F لX أول حاجة نحسب للميت تعد الدالة للداخل كما قلناك بيس عندي الداخل ودالة الخارج نحسب أول حاجة للميت لما X يقول زائد ما لنهاية ولي X تساوي يعطيني عدد أو نهاية أو مثلا ندير ولي X يقول زائد ما لنهاية مثلا تعطيني مثلا تعطيني ناقص ما لنهاية وشنو هندير بعد هذا رح هندير للميت تاع ذي لإكس يعني الدالة اللي في الخارج لما X يقول لين للناقص ما لنهاية وتعطيني مثلا زائد ما لنهاية وفي النهاية مش رح يخرج لي للميت X يقول ل اللي كنت حب زائد ما لنهاية F لX اللي يدل المركبة تساوي هذه النهائية هي C مثلا في حالة مثال تعنا هي زائد ما لنهاية هذا عبارة عن مثال اللي شفنا سابقا اللي هي النهايات والحصر هنا هذا عبارة عن مثال عن يعني اللي حبي يفهم هذا ها هو المثال مطبقت الدريجية الخطوة بخطوة بالنسبة المعادلة التفاضلية للدلة الأوسية هي من هاد الشكل يعطيها لك Y فتحة تساوي A Y زائد B ومن هو الحل التاعنا هو F X تساوي C له ثابت تعدد ثابت في أوسية A X نقص B على A بالنسبة لهذا يحفظ ومستحسن يعني ننجز ثمارين عليها من أجل يعني من أجل أني انتبت المعلومة جيدا وفي النهاية الأخيرة لما يكون يبين أن نقطة مثلا A ذات الإحداثيات A B مركز تناظر في هذا الحال لدي الشرطين لازم نحققهم لما يكون تبين نعطيكم فقط ملاحظة جدا لما يكون تبين لازم توصل للنتيجة ولازم تحقق للشرطين لو يكون لك هل في هذا الحالة يمكن أن تكون مركز تناظر يمكن أن تكون مركز تناظر لكن لما يكون لك بيين لازم توصل للنتيجة يعني لو كان لم تخرج لك معنت هل يغلط فيك حاجة لما يكون بيين أن هذا مركز تناظر في هذا الحال عندي شرطين الشرط الأول أن D F يكون متناظر بالنسبة للسفر والشرط الثاني هذا يحفظ وهو F ل2A نقص X زائد F لX تساوي 2B حيث A و B هم مع إحداثي النقطة هذه مركز تناظر